بسم الله الرحمن الرحيم بالطبع احنا تكلمنا عن الانتكوارجولنس وكنا حكينا عن الهيبارين والوارفارين وحكينا انه في اشي اسم انفراكشنات الهيبارين وحكينا there is many side effects for those guys however انفراكشنات الهيبارين has superiority however it's an injectable drugs and we need to give an oral drugs in term of management of all the diseases that involve a thrombosis لا سبيل الحصر لا سبيل الحصر متكلم عن الهيبارين thrombosis pulmonary embolism we replacement hip replacement knee replacement prosthetic valves and so forth so on استبدأنا الانجيكتابل اي ان كان فراكشنات او انفراكشنات طبعا الوارفارين ووجدنا الوارفارين has multiple problems many problems that causing a lot of hospitalization for the patient in term of adverse effect now recently او انتكلم من 2004 وطالع بلشنا نحتكلم على direct acting agents بسميه احنا new anticoagra new wax when new wax coming in two parts البارت الاولى ايضا احنا انحنا ينهبط الفاكتور 2 which is the thrombin اروي نهبط الفاكتور 10 اللي هو الفاكتور 10 and factor x طبعا رح نتكلم على 4 ادوية اليوم هم فريان دويين لكن رح يعني نوصل لدرجة انه لانه الدواء الثاني اللي هو الانتي فاكتور 10 اي بيجو ثلاثة ادوية هم او دويا احنا نتكلم عنهم فانا اكتفاد بثلاثة ادوية الدبيكتران والابكسبان والرابكسبان هدولا بيكفونا نكون عارفينهم بهاي اللحظة اول واحد من الادوية نتكلم عنه الدبيكتران هو عبارة عن direct thrombin inhibitor that inhibit both free and fibrin bound thrombin cleavage of fibrogen to fibrin و thrombin induced platelets aggregation that's the mechanism of action of the drug واتخد هذا already you know من المحضرات انه كنا نتكلمنا احنا direct inhibitor for thrombin agents طبعا لانه thrombin اللي بتحطوا اي هنا هي الابت ممكن نعمله منطريق الابت بس there's no need for monitoring يعني من يجي نتكلم عن الدبيكتران it's homogeneal solution والprotection عالي جدا في هاي الحالي however sometimes بصير في عنا bleeding من الدبيكتران اذا صار البليدين هذا ممكن يستخدم الابت لانه الابت زي ما حكينا عبارة عن factor عبارة عن monitoring parameter toward thrombin related drugs فالدبيكتران is anti-thrombin فاحنا we can monitor this value of bleeding through ابت تيرنا rather than monitoring the effect لانه ما في داع المنتين this is a direct drug we give a dose we have a response والresponse بكون واضح الانسد طبعا fast one hour وما عنا مشكلة thrombosis ممكن نصير بالwarfarin ونعمل عملية the bridging and so forth and so on the antidote طبعا هاي السلايد قديمة لكنه موجود بعد شوي رح يمر علينا the bleeding if we compare it toward the warfarin very similar however we have a problem with the bleeding ورح اشرح بعد شوي يعني هو similar in major term of bleeding however لما يجي على gastrointestinal bleeding رح نلاقي انه فيه مشكلة في الدبيكتران وهونا بتيجي حلاوة الفارمكولوجي نفهم ليش هاي المشكلة عمالا بتصير فيه دراج دراج الانتراكشن واضح لدي بيكتران وهذا الدراج الانتراكشن ناتج على فكرة انه بيصير له عبارا هو مرمعكم انه في جسمه بيكلايكو بروتين وهذا البيكلايكو بروتين بيكون موجود في ال جي اي تراكت واذا كان موجود البيكلايكو بطلق جزء معين من الدواء through الجي اي تراكت هاو اذا نحن بيكلايكو بروتين اندوسر او انه بيكون او بصير له اكسكريشن وعملية طرد اله عن طريق البيكلايكو بروتين الادوية اللي بتأثر على البيكلايكو بيصير بناتها وبين الدواء تبعنا الدراج دراج دراج في هاي الحال متكلم احنا البيكتران ودراج دراج الاندوسر راح يكون ناتج من فكرة انه او 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 اندوسر او اندوسر البيكلايكو بروتين فاذا اعطينا اندوسر احنا راح نزيد خروج البيكتران من جسم المريض ورح ندخل بفكرة انه احنا اندري تريتين او البيكلايكو بروتين ومرة تانية راح مر معنا حكينا عنه في حالة الورفرين اميو دارون اذا بتتذكروا محضرة الورفرين والسلايد احكيت لكم هذا مهم اميو دارون واحد من الادوية اللي بتعمل الانهيبشن تورد البيكلايكو بروتين اخر ازا كويندين والبرباميل وهي الادوية اللي السماء واخدناها مع بعض احنا ملاخدها بعدين بس جس توميبر دراج دبيكتران ازا نايس دراج داركت اجنت تعمل تورد الفاكتور 2 which is the thrombin relatively has little drug interaction rather than الورفرين اقل من الورفرين هاويفر عينا البيكليكو بروتين inhibitors والبيكليكو بروتين اندوسر اللي هم هدول الباب المسؤولة عن البيكليكو من الGI tract وموجودة في مناطق مختلفة في جسمنا remember this there is drug drug interaction activity toward this remember if we increase the dose our level of the drug within the blood we producing bleeding if we reduce it the level we gonna produce thrombosis remember the neurotherapeutic index with all these anti common side effects طبعا للدبيكتران الهدوان الهو gastrointestrial upset والغastrointestrial upset mainly mainly هو جا من ال formulation هذا فيه acid ولسبب معين وضع هذا acid والأثد هاي موجود عندكم هون اسمه tertaric acid وترترك acid هون هاي المشكلة الرئيسية في الموضوع انه tertaric acid وضع عشان نزيد الabsorption للدبيكتران والنزل البي اتش of the stomach رح اقرأ انا شوية عشان تفهم عن ايش بتكلم دبيكتران capsules contain tertaric acid which lower the gastrointestrial pH and is required for adequate absorption يعني منحتاج عشان نصير في absorption كامل الدبيكتران lower pH منزل الاسيدي منزل الاسيدي منزل البي اتش يعني has been associated with many problems بهاي الحالة واحدة من الاشياء اللي بتصير انه بصير عند المريض dyspepsia يعني حالة من زي nausea decrypation وفي حالة من زي ارتداد مريئي بس يعني حالة من dyspepsia يعني معروفة طبعا بعض الناس بيحكوا انه عشان هيك من الترترك acid و another story كمان هون بتيجي انه وجود الترترك acid كمان وممكن يعمل لبعض المرضى قد يصل لدرجة 20% بعمله oesophagitis يعني جروح في oesophagus فوجود الترترك acid هو متهم انه هو عماله بعمل لمشاكل في ال GI tract however the most important part بس نحن تذكر انه هذا الترترك عمالي مشاكل عمالي dyspepsia عمالي gastrointestinal upset عمالي esophagitis هو في special issue اللي احنا بنحط عنا عليه وبهمنا جدا في حالة the big tran side effects of bleeding comparable toward warfarin except لما نتكلم على gastro intestinal bleeding و اقرأ هذا الموجود هون عشان تفهم compared with people with anti coagulant people taking في كلمة anticoagulant or people anticoagulated series مضبوط لا هي كلمة مضبوط ة people anticoagulated with warfarin patients taking deepcitron had fewer life threatening bleeds fewer minor and major bleeds including intracranial bleeds but the rate of gastrointestinal bleeding was significantly higher والمتهم الرئيزي في هذه الحالة ترتريك أسيد لأنه بيعمل أسيدية أكتر في المعدة بنزل pH أكتر فممكن هذه الحالة تكون هي السبب في أنه هذا الدواء بعمل gastrointestinal bleeding أكتر من الwarfarin generally speaking طبعا هذا كل إشي عن الدبيكتران فإذا نلخص موضوع الدبيكتران direct thrombin inhibitor ممكن نعمله منترينج عن طريق ابتدي بس ما في داع المونترينج إلا إذا كان في عنده حالة البليدنج وبدأ نعرف أنه هال bleeding صار من أو من إشي تاني ثلاث نروح على common side اتبالات رازم نعرف drug drug interaction على مستوى big lycoprotein إذا كان في inducer عمان من زيد طرد الدواء خارج الجسم معناته أنه كمية الدواء تكون أقل في المريض بيكون susceptible أكتر تور thrombosis زيادة البليدنج البليدنج بالضيادة الوورفالين هو مختلف الدواء كوي الدواء من المشكلة التيراتيك تيرتريك أسد تيرتريك أسد هذا عمالي بنزل pH بتزيد pH بتزيد الفرصة تصير عنده gas وال بليدنج بزيد عندي فرصة تصير عنده esophagitis أحد الحلول الموجودة هنا إنه نعطي إذا المريض صار عنده small bleeding من GI track ممكن نعطي نرفع pH نعطي borotone pump inhibitor أو نعطي H2 receptors inhibitor سهل الكلام وبدو الشطار كتير صار البليدنج عشان نخلص موضوع الدواء كتران سريعا في antidote والانتدوت اسمه Adiro تابعته فالانتدوت وارفرين فيتامين كيد الانتدوت هو فيبارين إز بروتامين سلفير والانتدوت دبيكتران الانتدوت الانتدوت اسمه إدرو سيزو ما طيب الضل إشي وحيد في الدبيكتران إنه في clinical trials قبل ما نروح على الأدوية للبقية في clinical trials ظهر إشي غريب إنه نحن نستخدم هذا الدواء إذا كنت أنا شرحت هذا الكلام على ما حكيت الورفرين إنه بدنا الانتدوت بدلا ما يكون 2 إلى 3 ممكن نعمل 2 نص 3 ونص خاصة إذا كنا نعطي البروستاتيك هارد فالفرين في البروستاتيك هارد فالفرين الزيوشن شوي كريتيكل فوجدوا إنه غريب جدا إنه المريض لما نيجي نعطيه إذا كان مريض زارع واحد بصير في إنه risk of thrombo and break events زي valve thrombosis ممكن نصر stroke my cardiac infarction and major bleeding when compared with warfarin فوجدوا إنه في مشكلة إذا كان مريض عندي زارع طبعا هذا عدد إنه FDA guidelines stated that patient with mechanical engineering should not be ever given dupigitran لأنه في عندي increase risk of thrombosis وعندي increase bleeding حتى من هذا الدواء ف you have to remember this is a contra indicated to give dupigitran why is this we don't really know why is this we don't really know لسه موضوع جديد لسه دائما 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 و بالأخير we stop using this أو ممنوع هي كانت الفكرة أنه بنعطي إحنا approval للدواء هذا بقينا على الهيبرين والورفارين وهنا بتيجي فكرة when we really need the hebarine rather than an exoparine when we really need the warfarin rather than the bigitran و so forth so remember this it's a very critical drugs with neurotherapeutic index و فكر في الموضوع أكثر فأكثر يعني الأمور زي ما دائما نتخيل ها سهل جدا away from this only one slide راح نتكلم فيه على الفاكتور 10 A inhibitors اللي هم رفيركسوبان و أبكسوبان nothing in you about these drugs simple story nice drugs have a comparable activity with warfarin acceptable on prostatic valve زي زي الدبي getran they not approved for prostatic valve they approved for atrial fibroidation approved for deep vein thrombosis they approved for post stroke and post let's say hip and knee replacement كل وكل approved there nothing in you about this drug هو كويس بديل جيد جدا لل warfarin و ال antidote و ال antidote موجود هون اسمه andyxanit andyxanit هو دواء جديد جدا 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 دواء غاري جدا 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 الابرة حق 1500 ديلا مش مهم هل اتعرف انه في antidote لهذا الدواء there is antidote for factor 10x والantidote factor 10x 10 اي اسف هو واحد لل rapix van وال abix van في كمان another two drugs مش مطالبين اقرأ الآن عشان نخلص الموضوع those recommendation do not recommend administration of rick with dragnone to be strong combined cb3a4 big lycoprotein inhibitor because this is a higher concentration of ribox van يعني بصورة الكلام ribox van عبارة عن دواء بصير له metabolism عن طريق cb3a4 عن طريق bglycoprotein طبعا طارد له فإذا اعطينا اي دواء ثاني concomment drug giving with rivex van رح يرفع ال concentration فعشان هيك احنا we avoid doing this try to try it's contra indicator to give a drug with this activity to cb3a4 and big lycoprotein طبعا لا سبيل الحصر بس عينك على الموضوع هذا لانه عشان تفهم شو يعني لما تقرأ وتعمل وصف لهذا وفي مشكلة ثانية بتصير مصلي بال abexiban وهاي المشكلة ممكن تصير ب rivexiban لكن المشكلة اقرأ هنا spinal anesthesia اذا مريضنا محطوط على rivexiban او abexiban ووقفنا ذلك وبدأ ندخله عملية وبدأ نعمله اسمه spinal anesthesia or spinal puncture ممكن صر عنده هيمتومة نسبة الهيمتومة عنده بتكون اعلى والهيمتومة هي فعليا يعني رح اقرأ هنا people who are being treated with antithromatic agent are at higher risk for developing hematoma long-term membrane tuberculosis ممكن تترجمين هاي الهيمتومة يعني يصير عنده مريض شلل permanent او صور عنده long-term فالموضوع خطيري شوي هنا فلا يفضل ان نعمل الاشياء اللي بس عنا عليها لما نتكلم على هاي الادوية لكن شو اللي بنعمل على فاكتور اكس اللي هو ريفيكسيبان وابيكسيبان بس كلمتين ما بدهم حكي كتير they are nice drugs however remember انه بصرهم متابرزم عن طريق السيب 3A4 وبصرهم طرد عن طريق بيك ليكو بروتين لانه راح اصير في فرصة البيدين راح تزيد هل الى فرصة البيدين عالية عالم الورفارين وانكم برابل زي الورفارين فالنسبة البيدين ما راح تزيد بس الاشي الوحيد الغريب اللي وجدنا انه الانستيزيا وال بانكتور عملوا بسبب انه هيمتوم عند المريض وهذا الهيمتوم سيئ جدا ممكن يوصل لدرجة الشلال الدائم عند المريض يعني بس تتذكر وتعرف والانتدوت طبعا اندكسينت هيك خلصنا الانتكو عجل لكن في موضوع لازم انا وهله قبل ما اخلص المحاضرات لانه هذا ما نحكي بالمحاضرات بس لازم يكون عارفين و لازم يكون فهمين كويس بدي اخدكم باك انا شوية لمدة دقيقتين المريض صار عنده هبارين induced thrombocytopenia اذا كان محضوط على الهبارين what to do with this للمريض صار عنده كلوتس everywhere I need to treat هدول كيف بدي اعمل treatment هدول بدي أعطي دواء don't never give warfarin لانه زي ما حكي اول يومين من warfarin عم نزيد thrombosis عند المريض فهات contraindicated to give warfarin with هبارين this to completely contraindicated never ever give warfarin ما تعطي warfarin بالمرة اوكي واكيد ما راح نعطي احنا اذا كان المريض باخد هبارين وما راح نعطي another type of heberine which is fractured heberine طب شو الحال يا دكتور بدك تعطي واحد من هاي الادوية اللي نتكلم عنها الان اوكي ممكن طبعا هدول الادوية oral drug فبدنا نرجع شوية بس لسلايد مش موجود في هذا نرجع لدوية اسمه finda baronics والfinda baronics عبارة عن drug that has an activity against factor 2 lower thrombin however it's giving injectable فلو سؤلت في حياتك انت يا دكتور صار عندي انا heberine induced thrombocytopenia شو بدي اعمل عندك خيارات تعطيها لكن الخيارات مش لطيفة لانها it's on oral يعني ما تعطي warfarin اكيد ما راح تعطي warfarin لانه بعمل thrombosis في البدايات اعطي ربكسيبان او ابيكسيبان اللي هم فاكتور 10x اعطي بس المشكلة انه تايم بده تايم طويل بكل مريض دخل في نفس الشي على مستوى الارجتروب في عنا فاكتور 2 انه for hebrine induced thrombose injectable وبشتغل على مستوى factor على مستوى thrombin وهو injectable فهو drag of choice في الحالة طبعا في خيارات ثانية لكن هذا اللي بدي اوصلكم هي الخيارات الثانية طبعا موجودة وسهلة لازم يكون دواء injectable وما يلو علاقة بالهبرين لكن نلتزم بالأشياء هاي ويراب بالمستقبل راح تعرف أدوية أكثر راح ينزل أدوية أكثر عشان يتكون injectable هي موجودة بس تعرف عليها أكثر ورح توصل لأردن بأكثر فبس just to recap the stories again مرة ثانية مريض اقصر عنده hebrine induced thrombose cytopenia شو بدي اعمال فيه ولا اشي سهل كتير الكلام ما بعطيه warfarin ولا بعطيه واحد من لازم يكون injectable في الحال اسمه funda paramex direct thrombin inhibitor لكنه injectable وبس هذا الكلام اللي نحن بدنا إياه نكون عارفين وموجود طبعا هذا اسم الدواء في السلايد اللي موجود فيه اسم الأدوية لكن أنا واحت عليه في نهاية هذه السلايد لأن ننسينا نحكي في المحاضرات وجزاكم الله كل خير والله المحاضرات كمنا في شكرا